موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين ومتابعين في قناة اخبار عاجلة وقرارات هامة وعاجلة من رئيس الجمهورية بخصوص التموين قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستمر مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وذلك وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت احقيته للدعم وخلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى الاثنين تلاتين سبتمبر تم عودة مليون وتمنمائة الف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية وانه جاري ايضا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى احقيته للدعم من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات ويستمر صرف الخبز المدعم لكل مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية حيث ان الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وان الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما انهم من مستحقي الدعم وشدد الدكتور علم صلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كافة الاجراءات الخاصة بالتظلمات وان يكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط وانه بمجرد قيام المديريات بارسالها الى الوزارة يتم عودة اي شخص سبت احقيته لصرف السلع ويستمر تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجا مثل اصحاب الدخل او المعاش المخفض او الارامل او المطلقات واصحاب الامراض المزمنة ومستفيد تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي وكذلك ضم الزوج غير المقيدة على بطاقة تموين الاسرة الى بطاقة تموين الزوج وذلك في اطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات ووفقا لاليات التظلمات فان المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية او معاشات عالية فيقدم بيان باجمال مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج مدرج امامه مرتب حكومي مرتفع وكذلك خطاب من التأمينات والمعاشات لاصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها اما بالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة او اكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بان الفرد لا يمتلك سيارة وتحديد نوع مدل السيارة ان وجدت وصورة البطاقة التموينية اما بالنسبة لتظلمات استهلاك كهرباء عالية يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري او احضار ايصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها اما عن تظلمات استهلاك فطورة محمول عالية يتم احضار فوتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة او بيان معتمد من شركة المحمول يفيد معدل استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها أما تظلمات الحيازة الزراعية يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض الزراعية من عدمه ومساحة الحيازة أما بالنسبة لتظلمات مصاريف المدارس عالية يتم تقديم شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن وتظلمات الجمارك العالية تقدم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة أما تظلمات ضرائب عالية يقدم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا على أن يتسلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر موضحا به الرقم القومي ورقم المحمول ونوع التظلم ورقم البطاقة الزكية ويقوم مكتب التموين بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مدريات التموين على أن ترسل إسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة مرفق بها سي دي ويتم اتخاذ إجراءات فورية لعودة المستحقين للدعم في النهاية بشكركم مشاهدين متابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة